السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بك على تطبيق وقناة فينشاوي مع وديد مصطفى مع شرح الواحدة الرابعة وحل تدريبات على كل جزئية فيها بالنسبة لجمل القواعد هي كتير شوية فياريد تكون مركز معي علشان هكون سريع لو في حاجة مش فاهمها وقف الفيديو وشوفنا أنا بقول ايه لاني بقول ملاحظات سريعة وخاطفة تمام لو بقى مفيش خالص ارجع شوف شرح الدرس داني أنت سوف تشتري كلمة غيدو أخرها إكس يعني جامعة بالتالي هتأخذ سي سي غيدو هذه الستائر أنتم يمكنكم ديكريغ أن تصفوا غرفتكم هتوصف غرفتكم لمن يعني لي تمام ممكن توصفوا لي أو حضرتك توصف لي تنك اختيار الحي بتاعك كلمة مذكر عود عليها بقيل إيلي كومو كيف هو يكون أنا أفضل الأفيشات أو الملصقات لأنها خب لك أو من السي كلمة أفيش نفسها جمعي مؤنث فلو أنت عايز توصفها كنت توصفها ببالدي لكن سي بيجي بعدها دايما الصفة مفرد مذكر بدون تغيير سي بلو بو أكثر جمالا سونا دريس عنوانه أنا لا أعرف أعرف إيه عنوانه كلمة عنوان مفرد مؤنث أعود عنها بلا لا أعرفه خاتم جديد كلمة باق مؤنث علشان كده وضع الصفة نوفال مؤنث بالتالي هحطه قدامها ما بعشاء الختم بتاعي أنا الجديد هذا الأفاف يكون حديث ما ولكن با با إيه ولكن ليس أنا بوصف كلمة الأفاف وهي جمع مذكر إيه هاجب له الصفة جمع مذكر وهي دي شار با شار يعني ليس غاليا نقط كلمة لديكوراسيون مفرد مؤنث هنسئل عليها بكل اللي فيها اتنين أل بدون أس طبعا في فعل متصرف يبقى الفعل التاني هيجي في المصدر على طول اللي هو زمن المستقبل القريب أين أنت تضع تضع لإيه الدولاب الدولاب كلمة مفرد مؤنث أعود عنها بلا أجي حط الله هنا أين تضعه زملائي وأنا ركنهم على جنب وستخدم أ أون بتسوي إيه في تصريف الفعل بتسوي إيه في المفرد بالتالي هناخد نقط تأكلون أنتم الإجابة الإجابة فيها مكان يبقى السؤال بأين أون جو في أجتي دي ميبل أنا سوف أشتري أثاث ما شامر غورفتي عزول من أجل غورفتي پور ما شامر لجوغني فترات النهار سان كوخت تكون قصيرة أوني بخ قانيته في الشتاء عن الصيف إذن هنجيب هنا الاساليب أو الكلمات المستخدمة في المقارنة اللي هي بلو أكثر موا أقل أو سي أيضا هنختار هنا بلو بلو كوخت أوني بخ قانيته أكثر قصرا في الشتاء عن الصيف موا جا بخيف أنا أفضل تابي كلمة تابي تقف عندها لإن أخيرها اس يعني هتنفع تبقى مفرد وهنفع تبقى جمع تمام؟ أعرف منين بقى أنها مفرد هتاخد ل طب لو جمع هتاخد لي أعرف منين من الصفة اللي بعدها اللي يا جان الصفة ما فيهاش اس إذن تبقى دي مفرد على طول هنختار ل لو عايز يلعب بيك هيجيب لك هنا اس في اللون وبالتالي هتبقى دي جمع وبالتالي أنت هتروح تختار لي دي تفاصيل صغيرة الناس اللي مركزة هي اللي بتعرفت القطة جيب أنا أستطيع ده فعلي متصرف إبقى يقعد يفعلي في المصدر اساييه ممكن نقيسي البانطالون ده ماذا تفضل؟ انت بتفضل ايه؟ تاشامبه نقاط ما شامبه قطك ولا قطي ما اقع خيارك بين حاجتين واقول لك أو أو اللي يبل انجليزي وخبالك معلها اكسان اللي عليها اكسان دي اين هذا تستفهام من غير يعني او 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 كذا ولا كذا او كذا او كذا تمام معروفة كلمة كده على بعضها اللي هو السايرة على الاقدام تبقى جمعة الخروجات مع الصديقات اللي هي هي كلمة مؤنف اكوتى 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 الزرف اللو بتاع حروف الجر يجي بعده د د وبعده كلمة مذكر هيو حاول الى دو اكوتى دو لي بجانب السرير الافيشات او الملصقات تكون لوميغ الحائط طبعا سير لوميغ على الجدار او على الحائط الم هي تحب لغاب موسيقى الراب هنا فعل امي يجي بعده بكو امي بكو تحبه كثيرا ولو فيه بيان كنا ممكن نخدها امي بيان جم لا ناتاشون اي لكوخس انا بحب السباحة والسباق او العدو سي بلو هنا حطي لك مين سي طالما فيها سي بقى الصفة تيجي مفرد مذكر بدون اي تغيير سي بلوزا ميزو تمام دي مؤنس ودي مؤنس ملناش دعوة طالما فيها سي السي لو جاي بعدها صفة بتيجي في المفرد المذكر بدون اي تبعية ما ميزو اي كمبوزي طبعا كمبوزي دي بدون تغيير لان جاي بعدها رقم كلارا اي ساسور كلارا واختها اللي هم الاثنين جمع يعني الافيك اس هياخدو prefer اخر انت نو ها يخدو الفعل اخر اونس نو préfيران اي لفي المفرد préfير وو préfيري جو préfير يوسيف اي مو نو لما هنا باتكلم على نو نو préfيران تي سيخدو الفعل اخر او اس تي préfير ان بتساوي الف المفرد ان préfير الدراجة تكون سرعة من الموتوسيكل العاجة لأكثر ولا أقل ولا متساوية في سرعة الموتوسيكل طبعا هنقول أقل أقل سرعة من الدولاب يكون شير كالتاجير غلو من الرف طبعا الدولاب كبير فهيكون أكثر غلو من بالتالي هنختار أكثر غلو من أحباب أصicular ك موان سو گحة انا بعشق الروايات والقصص المصورة. الروايات تكون اه اه زي البيدي. هاختار طالما قال بيعشاء الاتنين يبقوا الاتنين متساويين في اللطف. بالتالي هنختار لانه قال بيعشاء هم الاتنين. لو قال بحب ده وبكره ده يبقى ده اهم من ده او افضل من ده. تمام? انا موافقة. اه كبرا من الكمبيوتر. طبعا التابلت اقل كبرا من الكمبيوتر هنختار موعة. انا ما بحبش الفيزياء. الفرنسي اي? الفرنسي هيكون اكثر سهولة من الفيزياء. يبقى اكثر هيا بلو. بلو فاصيل ك. ما شامر اي غرفة تكون كبرا من غرفة اختي. ممكن نقول اكثر واقل ومتساوية. مين فيهم اللي موجودة? ما فيش غير بلو. ده الاختيار الوحيد المناسب. نقط طبعا الفعل هياخد انها صديقتي. ادوها تتحول? لا هنا مش هتتحول لوجود صفة الايه الملكية. بالتالي هنجيب الده سادة خام زي ما هي كده. لو ما فيش ما كنو هنقول ده لا. آآ نقط ايه تكون غرفة تيو. او اين? هم يذهبون. هيجي بعدها فعلا في المصدر. هم سوف بقى مش يذهبون. هم سوف يتناولون الغداء في المطعم. نقط موبل ليا. كلمة موبل جمع مذكر هنختار معها كل موبل. ما الافاف. ايل فا دان سا شامبه. طب هنا بنتكلم على ال س هتخضر كما هي ولا انت تغير. ليا فيني ليا تونهي كلمة دكو اختصار للا ديكو و هي كلمة مؤنف. لديكو د سا شامبه. جي انا عندي ريويل دان ما شامبه. كلمة منبه كلمة مفرد مذكر. بالتالي هتاخد انا عندي منبه في قطي. الجمع مؤنف هنجيب الصفة جمع مؤنف وهي كنتانت. دان لسالون الياء اللامبادير. كلمة مفرد مذكر. هنجيب لها اللون مفرد مذكر. ابي مفرد مذكر. عايز صفة مفرد مذكر وهي يعني صبور. طبعا دي كلها اشكالها ولكن في التأنيس وفي لغما. سيليني بلو. سيلين تكون اكثر اي من مارتين. سيلين مؤنف هنجيب الصفة مؤنف. غورماند. جا بريفير لشا بارس كيلسان. وفضل القطط لانهم يكون. القطط مضكر. هنجيب تختار جنتي. مفرد مؤنف. ينجيب تختار ديكوري. مفرد مؤنف. انا بوصف الميغ الجدران او الحوائط والحوائط جمع مذكر بالتالي هنختار جمع مذكر الدولاب وركنه على جم هو مفرد مؤنس بس يتركن وحطي لك هنا ايه سي طالما سي يبقى بتجيب الصفة بدون تغيير مفرد مذكر سي بلو شار هنختار هنا شار نركز او على التفاصيل دي عشان دي اللي بتلعب عليها كتير او في الجزئية بتاعت تقنيس الصفة يمكنك ان تحتفظ بقطاتي لفاقانس اثناء الاجازة طبعا توم عبيت بخي توم يسكن بالقرب شموى في حرف غر هنا هنختار ده بخي ده شموى بالقرب من عندي او بالقرب من بيتي هنا مديك مكانين يبقى على طول هتجري على entre between بين كذا وكذا اكيه لمن يكون غيفي كلمة غيفي مفرد مذكر ما بدو ابحار في ساكن هنختار معاها س س غيفي هذا المنبه طالما بتوصف الفعل هتختار بكو بتعمل كثيرا او بتشتغل كثيرا هتو شوزير موبل اكتر من مرة كررت جمع مذكر كال موبل اضع سريري في مواجهة مفروض يجي بعدها ده والكلمة اللي بعدها مؤنف يبقى ده لا ده لا فنتر محفوظة كده ونقولها سانوي سلة مهمنات او سلة لالقاء الاوراق فيها علشان تتابع الدروس بالترتيب وتحمل ملفات الشرحة والتدريبات وتحل اختبار على كل فيديو وحمل تطبيق فرينشاوي من جوجل بلاي ستور شجرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة